ترأس النائب البطريركي العام للاتين في القدس وفلسطين المطران وليام الشوملي القداس الاحتفالي الذي أقامته المجموعة الباباوية البتجالية في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالة وذلك بمناسبة افتتاح العرين الجديد للمجموعة المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي بأجواء مليئة بالفرح احتفلت أسرة المجموعة الباباوية البيتجالية في ذكرى تأسيسها عام 1924 بهذه المناسبة أقيم القداس الاحتفالي في كنيسة سيدة البشارة ترأسه سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس وفلسطين بمعاونة الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي والأب حنى سالم كاهن الرعية والمرشد الروحي للمجموعة والأب طني حيين المرشد الروحي لمؤسسة الكشافة الكاثوليكي الفلسطيني للقديس يوحنى المعمدان والأب خالد جمو والأب عزيز حلاوة وبحضور القس منذر إسحاق وفي كلمة المطران الشوملي الذي بدوره ركز على المعاني الروحية لزمن المجيء وعلاقته بشعار الكشافة كن مستعداً كما تمنى للمجموعة دوام التوفيق والنجاح والتميز في المسيرة نحو الأفضل امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والشمامسة وبالمؤمنين وقادة المجموعات والروادي والأفراد والمؤسسات المحلية وبحضور رئيس بلدية بيت جالة السيد نيكولا خميس وحجد كبير من المدعوين تخلل القداسة تجديد الوعد الكشفي أمام الهيكل والمطران والكهنة والقائد البرتهاني قائد المجموعة احتفلنا بمناسبة ذكرى تعسيس المجموعة بورور 71 سنة لإسم المجموعة البابوية البيت جالية التي تمتد جذورها للعام 1924 ومنذ هذا التاريخ ونحن نعمل معا تحت مبادئنا الكشفية الأساسية التي تدعو للاتزام بالواجب نحو الله ثم الوطن فالإنسان تم تجشين العرين الجديد للمجموعة من خلال سيادة المطران وحجد كبير من المدعوين منهم قادة مجموعات كشفية بالإضافة إلى جمعية الكشاف والمجردات الفلسطينية إلى جانب الكهنة والراهبات والرعية وأبناء مدينة بيت جالة حيث تم قص الشريط بدءا بهذا الاحتفال لهذا العرين وأيضا تخلل هذا الاحتفال كلمات متعددة بدءا من كلمة قائد المجموعة ومرورا بالتغارير المصورة حول هذه المناسبة إلى جانب إطلاق أغنية المجموعة الجديدة واسمها مجموعتنا البابوي أنا أود أن ننوه بأن هذا الجيل بحاجة إلى دعم وتشجيع ورعاية دائمة من أجل إنجاز أهدافنا الكشفية ونحن نرى بأننا ننسجم مع توجهات أفرادنا وبناء عليه نوجه التحية لفضائية نورسات التي معنا قلبا وقالبا في كل الأحداث والظروف دمتم وداما نبض عطائكم وبعد إعطاء البركة توجه الجميع لحفل افتتاح العرين والقاعة الجديدة وبمباركة المطران والأباء الأجلة وإطلاق أغنية المجموعة الجديدة وسط فرحة عارمة رسمت على وجوه الجميع لنورسات مارلن الحدوى من عرين المجموعة البابوية البيتجارية